تصريحات نارية أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي طهر حجار خلال الندوة الصحفية الأخيرة تصريحات حاول من خلالها المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي إنهاء الجدل الدائر كليا وإعادة الأمور إلى نصابها في ظل دعوات تنظيمات طلابية غير شرعية على حد الوزير إلى شل الجامعات منظمة طلابية واحد يدعي بأنه منظمة طلابية أولا هذا ليس طالب مستجيل عندنا نهائيا وأقولها أمام الصحفة هذا الشخص الذي يتكلم باسم رجال موش طالب واحد يموش طالب ويجيبوا عندنا ويجدخلوا في الطلبة كان طالبا في يوم الأيام لكن الآن موش طالب ويدخلوا تحت طائف القانون وطبعا نحن لن نسكت بهذه الأجنحة ولم يعتمد أي طرف من الأطراف المتصارعة وبالتالي نحن مع منا تعامل كل واحد يجي يقول لك أنا شرعي أنا بالنسبة لي الشرعي هو الذي يأتيني في وثيقة رسمية من وزارة العمل المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي دافع عن نفسه مؤكدا أن وزارة الداخلية هي المخولة الوحيدة للطعن في شرعيته ومهددا في الوقت ذاته بشل الجامعات والمضي قدما نحو الإدرام تهديد من قبل الوزير حجار للمضربين بمتابعات قضائية وتهديد مضاد من قبل التنظيمات الداعية إلى إضراب الرابع عشر جنفي وبينهما مصير مجهول لآلاف الطلبة خاصة وأن الاحتقان الذي تشهده الجامعات يأتي في فترة جد حساسة تزامنت مع الامتحانات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر